السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية حبايب القلب طلاب كثير خلال هاي الفترة نفسه نتبلش بمادة الفيزياء ولكن عندها بتكون مشكلة رئيسية أستاذي أنا حاس حالي كثير متأخر أنا أستاذي مش عارفة إذا بلشت هسه هل بلحق ولا عندي مشكلة طب إذا بدأ بلش إنت صرت مبلش كثير في المادة أنا صرت مخلص الواحدة لأولها طب ساذي كيف دأ لحقك طب إذا هيك أنا لش أبلش وأنا بمتأخر كثير أنا اليوم جاييك عشان أعطيك الجدول الشامل الكامل لكل تفصيلي نزلت من الفيديوهات علشان تقدر تلاحقني وتمشي معي خلال الفترة الجاية أنا حاليا معطي كل طلابي بريك بريك مدته أسبوعين علشان أي طالب جديد بإذن الله تعالى يقدر يفوت معانا ويلحقنا ويقدر يمشي في المادة معاي أول بأول عشان ما يحس حاله متأخر فبالتالي هسا بدأ فرجيك جدول التزم فيه لمدة أسبوعين خلال هالأسبوعين أنت بتقدر تلاحقني وبتكون أمورك ولا أحلى من هيك وبتقدر تخلص الواحدة الأولى مسبوعين بس اللي في طلاب صار لهم شهر قاعدين شغلين فيها بس بدي منك شغلة واحدة بدي منك إرادة وعزيمة وشغل يومي علشان إيش تقدر تنجز وصدقني بلشت هسا بلشت بعد أسبوع أو أسبوعين أنت لساتك أمورك تمام تقدر تنجز بس الفكرة دائما كل ما بلشت أحسن أكيد بكون أفضل المادة الفيزية طويلة يعني بقول لك فبدنا بدأ شغل وإنجاز طيب أستاذي إيش هو هذا الجدول كيف أنا بدي أمشع عليه تعال معي تعال 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 يزم تعال تستحيش يزم تعال والله يلعظبك تعال باشا هذا الجدول اللي أنا حاط لكم إياه هو جدول في كل أسماء الفيديوهات اللي نزلت على البطاقة واللي موجودة حاليا تمام كفيديوهات بي طبعا موجود فيها اسم كل فيديو كم مدته وكم مدته الإنجاز لمجموعة من الفيديوهات حسب ما أنا بدي أجي أقول لك ركز معي الله يرضى عليك هسا هذا الجدول أنا كنت عامله لطلاب اللي بلشوا معاي وكنت نقسم وحدة الزخم كاملة خلصناه وأنهناها الحمد لله على مدار شهر كامل فأخذت معنا أسبوع أول أسبوع ثاني أسبوع ثالث أسبوع رابع أنا بتعرف شلي بهمني من هذا الحقيقة أنا ما بهمني قصة الأسبوع بهمني تعرف أنت شلي عليك وبكم لازم تنجزه عشان أنت في الوقت اللي بلشت فيه تقول يا رب وتقول إيش أنا بدي أشتغل طيب فرضا طبعا التاريخ اليوم هو 14 ثمانية فرضا يا سيد العزيز أنت عبير ما جبت البطاقة وبلشت هاي التاريخ 15 ثمانية أوكي 15 ثمانية من 15 ثمانية لواحد تسعة تمام لغاية واحد تسعة بدي إياك تكون مخلص الوحدة الأولى كيف؟ ركز معي يا كده عدد ساعات وحدة الزخم كاملة مكملة يا أستاذي هي فقط كاملة؟ 20 ساعة طيب أنا أبدا أعطيكيها على بلغة طب 20 ساعة سؤال تقدر كل أسبوع تنجز لي فقط 10 ساعات من الفيديوهات؟ والله أستاذي سهلة بقدر كل يوم بحضر ساعة ساعة ونص ساعة كشي فخلال 10 أيام فخلال الأسبوع بكون أخلص 10 ساعات أسبوع البعد بكون أخلص 10 ساعات خلصت أستاذي يعطيني العافية خلصت الوحدة كاملة بسبوعين هاي الطريقة الخفيفة اللطيفة علشان تقدر تخلص إيش؟ الوحدة الأولى بس أستاذ بغطيكي شوي التفاصيل ركز معي يا كده هسا هون في الأسبوع الأول عدد ساعات هدول الفيديوهات هم 4 ساعات وربع فقط طبعا طلع هاي الزخم الخطي 57 دقيقة الزخم الخطي والقوانين الثاني نيوت للحركة برضه 57 دقيقة طبعا هدولة 57 دقيقة مقسومين لجزئين على البطاقة تمام؟ فيه هون منطقة إبداع خوارزمية اللي هي 10 دقائق هاي بلخص لك كل شي هسا أنا اللي بدي إياك تسوي إيش هو؟ شايف لي هدولة؟ بلشت فارضا 15 ثمانية شايف هدولة الأربع ساعات وربع؟ سؤال سؤال أنا في الساركية بتقدر تخلصوا مع يومين؟ يعني كل يوم تدرس ساعتين فيديوهات سهلة دي بك أنا سهلة فعليا هدولة تقدر تخلصوا مع يومين هدولة اليوم الأول هي ساعتين مع هاي هاي إيش هاي منطقة إبداع خوارزمية؟ هاي مراجعة اللي أخدتوا فأنا براجع لك جوه المادة وبحلل لك السئلة طيب فبتخلص هدول بعدك بتخلص هدول خلصت إيش؟ أول يومين من الأسبوعين خلصت أول أربع ساعات وربع طيب الأسبوع الثاني يا قلبي أسبوع الرك هذا كان فيه زخم وهو فعليا آه بحثت الزخم طمام؟ وكان فيه كم طب طلعته هو بيث قالف 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 قال يا قلبي هذولة مهلم يوم بتعون الأسبوع الثالث انت خلص هذولة في يومين هذولة بتقدر تخلص اليوم بديش بيقولك بثلاثة ولا بأربعة بخمس أيام سبع ساعات تقدر تخلصه من خمسة أيام؟ أستاذي والله سهلة أستاذي بعزة أول سهلة جدا سهلة كل يوم ساعات وربع يعني تدرس يعني يوم الأول هيتدرس هذا بقض اليوم الثاني تاخد هذا فاهم علي؟ أوكي؟ هاي إيش؟ خلصت ركز معاي في أول أسبوع ساعتين وسبعة خلصت كم؟ اجمع في أول أسبوع هاي سبعة أيام صفة خمسة أيام ويومين هاي يومين وهي خمسة هاي سبعة أيام خلصت كم ساعة؟ سبعة وأربعة 11 ساعة وربع أقول لك هاي 11 ساعة بس 11 ساعة هذا في أول أسبوع طب كم ضلل لك من العشرين؟ تسعة ساعات مز عليهم ده الأسبوع تمام؟ خلصت هاي أربعة ساعات وثلاث خلصتهم في ثلاثة أيام وهدول خلصتهم في أربعة أيام خلصوا الأسبوعين أنت معنا أنت خلصت كل الفيديوهات وكل فيديو موجود مجد توتعرف كيف تنجزه تمام؟ بس بدي أعطيك شغلة بدي أقول لك شغلة جدا مهمة أستاذي الفيديو اللي بياخد معاك ساعة بدك مقابله ساعة دراسة وتمكين وحل أسئلة يعني أعطيك يا عب أنا أعطيك الصافي أستاذي عدد مجموعة الساعات الفيديوهات عشرين ساعة أنت لازم تدرس خلال الأسبوعين هدولة أربعين ساعة للفيزيو بدك تقسمهم فيتراوح يوم دراستك للفيزيو من ثلاث إلى أربع ساعات أستاذي أنت حقا جاءتني كثير لا يا أستاذي مش كثير ثلاث أربع ساعات أنت رح تدرس فيديو ساعة أو ساعة ونص تمام قل نقول ساعتين ومقابلهم ساعتين إيه وباليوم ما رح يعدي الساعتين أو ساعة ونص حتى إذا قسمت هدولة العشرين ساعة على أسبوعين ما رح يعدي الساعتين أوكي فساعتين مقابلهم ساعتين طب إيش هدول الساعتين ما أنت رح توقف الفيديو رح تحل معايا أقولك حل ورجع لي هاي هاي الساعتين فخلاصه تقريبا رح تدرس كل يوم للفيزيو من ثلاث إلى أربع ساعات ماكسيمم وبتقدر وبتقدر طب تحدي طب تحدي أوكي وأنا بعلنها تحدي قدامك إنك والله بتقدر وممكن في منكم يا أخوان عادي ينبلش هون هو شغال هون الساعة وضع إلي كثير لا يا قلبي والله إنك منجز منجز كثير تمام وبتقدر تلاحقني وبتكون أمورك 100% أوكي وبتتمكن وشغلة شغلة ثانية مهمة أنا يا قلبي بعد كل موضوع حاط لك هي موضوع الخوارزمية أوكي حاط لك شو موضوع الخوارزمية طلع هاي كم مدة هاي 10 دقائق هاي مراجعة أنا قاعد براجع لك يعني هون مش موضوع جديد هون قاعد براجع لك طب هاي 18 دقيقة هاي إجمع لي إياهم هاي نص ساعة هاي راح نص ساعة كمراجعة مش مادة جديدة تمام وهون برضو إيش في عندك كمان مش مشكلة ما راح شي شي تمام وهون في عندك هذا زمكان الوحدة هاي مراجعة شاملة لكل الوحدة من 3-37 دقيقة ففي عندك ساعة ونص ساعة وربع ساعة ونص براجع لك مش مادة جديدة فبتتمكن أكثر طب هزيدك من الشعر بيت طب هذول الكوزات اللي أنا حاط لك إياهم انت خمس كوزات للوحدة هاي برضو مراجعة انت مطالب انك تحلم وترجع تتأكد من إجابك طب هزيدك من الشعر بيت انت يا قلبي شايف اللي كوزات هاي والأسئلة اللي انت أصلا اتدربت ممكن تكون حلات منها وبدك تتيجي بس تأكد من حلها هذا الحكي انت بتقدر تحط على الموقع انك تسرع الفيديو ضرب بثنين فبتخفف على حالك وجهت طب هزيدك من الشعر بيت شفت كل هذا الحكي العشرين ساعة سدقني عدد دراسة فعلية أو عدد الساعات الفعلية للدراسة يمكن سبعة عشر ساعة الدراسة طب فيه فلساعة وين هزيدك ضحك علي فيهم ولا شو في عندك تقريبا ساعة ونص يمكن هيك إشي إلى ساعتين ما بعرفش إشي اسمه بآخر الفيديو آخر كل كم من فيديو تمام إشي اسمه فضفضة فضفضة تمام هاي الفضفضين مش من الدراسة تمام كلام ما بيني وما بينكم وبحكي معاكم بإشي بخصش الفيزياء وكان ياخد معاه والله بين كل كل فيديوهن ثلاثة تمام آآ انفضفضي شوي أوكي ربع ساعة من هون ثلث ساعة من هون فهذا وقت فإنت ممكن ما تحضرها وإنت بالآخر إيش المهم تنجز خلال هاي الفترة فالستاذي شو حجتك والله ما فيه إشي ما فيه إشي جب دوسي تقديب البطاقة تمام وتواصل معي تواصل معي استاذي انت طريب جديد تواصل معي أضيفك تمام وتسألني أي سؤال بخصوص هذا التفاصيل هاي شو اسمه هذا الرقم التلفون ثلاثة اثنين ثلاثة تسعة ثلاثة اثنين تواصل معي بدلك على كل التفاصيل بخصوص المادة تمام وبس الصناعي صناعي سعين الله سب الله عليك صناعي صناعي هذا أصلا ملغي إلك وهذا ملغي إلك وموجود هذا الحكي فيديوسيا نبين لك يعني مساهل عليه يعني فيه الصناعي الصناعي فيه ساعة وربع مرتاح منها تمام يا إخوان فبس إنوي توكل على الله تقدر تنجز خلال الفترة الجاي شو ما كنت متأخر بس المهم بدها إرادة سبعين بتقدر تقضي على الوحدة الأولى اللي صارنا إحنا شار مبلشين فيها تمام يا إخوان طبعا للي أصلا مخلص هذا الحكي وقاعد بيشوف هذا الفيديو ساعة طبعا إحنا نخلص خلصنا شو فيه أستاذي أن انت بستناك اللي خلصت أوراق عمل وامتحان شامل على الوحدة رح أشغلت فيهم خلال الفترة الجاية عشان ما تكونش قاعد شغلين 24 على 24 تمام يا إخوان يعطيكم العافية بلش إنجز ويعرب التوفيق للجميع في أمان الله شكرا